معنا مع كابتن جلال حسن اللي يطلعنا اكثر عن تفاصيل مباراة اليوم كابتن ما سبب خسارة اليوم وكيف كان الادا اول شي بسم الله الرحمن الرحيم مبروك للفريق البيرو مهارد لك فريقنا انتخب العراقي كانت مباراة صعبة تحت رطوبة عالية جدا عالية وخسارة اليوم وهي يعني غير متوقعي يعني كل مباراة ولا ظروف كانت المباراة يعني مباراة صعبة بالنسبة انه الفريق البيرو فريق جيد فريق يلعب على مستوى عالي اغلب لاعبين ومحترفين الحمد لله وشكر ظهرنا مستوى جيد كانت الاهداف صح اهداف اخطاء فردية والحمد لله وشكر المهم من هاي المباراة هي الاستفادة من المباراة ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله حبيبي هشام يعني المباراة جرت بطريقة الجديدة هذه التشكيلة الجديدة خسارة بهدفين مقابل لا شيء هي تعتبر مباراة تدريبية للمنتخب العراقي لكي ينتقل الى كوريا جنوبية من ضمن التأهلات معنا الضيف همام طارق كي يطلعنا على كثر تفاصل همام افضل اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم قاد الله ما شاء الفعل الحمد لله وشكر لعبنا بعدها يرضي يرضينا ويرضي كادرنا التدريبي ويرضي جمهورنا وان شاء الله نعزز ب هذا الاداء تعرف ان احنا مقابلنا على بطولة اسيوية بطولة الاولمبيات وان شاء الله نكون قد المسؤولية ونفرح شعبنا تعرف شعبنا محتاج الفرحة ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين وكل الكادر التدريبي همام خنقل ما هي الاسباب اللي جاءت وراء هذه الخسارة شوف يعني ماكو اي اسباب بس كرة ثابتة دخلت علينا اخطاء دخلت علينا قوالة كنا احسن من قديم مشهور الثاني لعبنا وقدينا هجمنا ضيعنا فرص كثير بس ان شاء الله التوفيق من رب العالمين يعني ممكن تكون ان التشكيلة جديدة اللي اعتمدها حكيم شاكر هي اللي اثرت خنقل على طريقة اللعب مالتكم لا والله شوف نفس التوليف احنا نفس التوليف خبرة وشباب احنا منسجمين من بطولات كثيرة وان شاء الله نعزز هذا التجمع ان شاء الله اللاعبين ونتمنى التوفيق لكل اللاعبين حاضرين ان شاء الله المنتخب